في مميزات المنحة تغطية الرسوم الدراسية كاملة وتأمين سكن في الحرم الجامعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا متابعي قناة أرض المنح في الوطن العربي أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات ونرجو أن تكونوا في تمام الصحة والعافية منحة اليوم سوف تكون مقدمة من الحكومة الفيتنامية وهي لمرحلة البكالريوس وممولة بالكامل ندخل مباشرة في تفاصيل المنحة دورة المنحة فيتنام واسم الجهة المانحة مرحلة البرنامج البكالريوس وجميع الدول متاحة للتقديم ندخل الآن في شروط المنحة يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة التخرج من الثانوية خارج فيتنام ويجب أن يكون متوسط الأداء الأكاديمي لهذا الطالب أو المرشح لمعدل جيد أو أعلى والذين يرغبون بالالتحاق بصيدلة يجب أن يحققوا الشرط الأول بالإضافة إلى أنهم قد حصلوا على 7 من 10 في مادة الكيمياء الوثائق المطلوبة من الابليكيشن وأن يكون حاصل على شهادة الثانوية وللطلاب الذين لم يتخرجوا من الثانوية بعد يمكنهم إرفاق هذه الشهادة فيما بعد كذلك أشف درجات المدرسة الثانوية وجواز السفر إن وجد وشهدت إتقان اللغة الإنجليزية لمن يرغبون فقط بدراسة البرامج باللغة الإنجليزية وللذين يرغبون بالدراسة باللغة الفيتنامية فلا يشترط عليهم أن يوفروا شهادة إتقان اللغة الفيتنامية وسوف يقوموا بدراسة سنة تحضيرية لللغة الفيتنامية ندخل الآن في التخصصات المتاحة للتقديم كما ذكرنا سابقا يوجد لغتين للدراسة في البرامج الخاصة بهذه المنحة اللغة الفيتنامية وسوف تكون التخصصات المتاحة باللغة الفيتنامية 40 تخصصا من برنامج البكالوريوس وللطلاب الذين يرغبون بدراسة البرامج باللغة الإنجليزية سوف يكون هناك فقط 11 تخصصا من برنامج البكالوريوس ندخل الآن في مميزات المنحة تغطية الرسوم الدراسية كاملة وتأمين سكن في الحرم الجامعي ندخل في آخر موعد التقديم آخر موعد التقديم هو 30 نوفمبر 2020 وسوف يتم الإعلان عن المرشحين عن طريق الإيميل بتاريخ 10 ديسمبر 2020 كما ذكرنا أن لغة الدراسة ستكون إما بالفيتنامية وهي لا تتطلب شهادة لغة وسوف يكون هناك سنة تحضيرية لدراسة اللغة الفيتنامية وإن كنت ترغب بالدراسة باللغة الإنجليزية سوف تحتاج إلى شهادة لغة ويجب أن تحصل على خمسة في الآيلت كيفية التقديم سوف ندخل في كيفية التقديم فيما بعد نأتي الآن إلى التقديم من خلال مؤسسة أرض المنح كما تعلمون يا أصدقاء أن مؤسسة أرض المنح تتيح بعض الخدمات بطرق احترافية وأكاديمية من الأمثل على هذه الخدمات التقديم على المنح بالنيابة يعني الطلاب كتابة خطاب النواية والرغبة وساعدة الطلاب في إعداد السيرة الذاتية وترجمة الوثائق الرسمية فمن يرغب في أحد هذه الخدمات أو بعضها نرجو تعبئة الاستمارة في خانة الوصف الموجودة في خانة الوصف وفي حالة تجد استفسارات التواصل عبر هذه الأرقام أو عبر هذا الإيميل ندخل الآن في كيفية التقديم هنا سوف يكون الإعلان الرسمي لهذه المنحة وهنا سوف يكون رابط التقديم نضغط على رابط التقديم هذه الصفحة سوف تكون خاصة بكيفية التقديم وهناك طريقتين للتقديم الطريقة الأولى وهي الطريقة التي ينصح بها وبشدة نأتي إلى خطوة رقم واحد يجب أن نقوم بتحميل الابليكيشن فورم وبعد ذلك سوف نقوم بتعبئة هذا الابليكيشن وأيضا بعد ذلك سوف نقوم بجمع المستندات المطلوبة وبعد ذلك في خطوة رقم ثلاثة سوف نقوم بعمل سكان لجميع المستندات والأوراق وسوف نقوم بإرسال هذه الأوراق إلى الإيميل الخاص بهذه المنحة سوف نأتي هنا إلى لغة الفورم إذا كنا نريد تعبئة الفورم باللغة الإنجليزية نقوم بتحميل الفورم من خلال هذا اللينك ونقوم بكتابته يدويا كما هو موجود هنا بعد تعبئة الفورم يدويا نقوم بجمع الوثائق الأخرى مثل شهادة الثانوية وأيضا مثل كشف الدرجات جواز السفر وشهادة إتقان اللغة الإنجليزية إن كنت ترغب بدراسة البرنامج باللغة الإنجليزية وإن كنت ترغب بدراسة البرنامج باللغة الفيتنامية فلا يجب عليك إدراج الشهادة كما هو موضح هنا if any بمعنى إذا وجد not compulsory for the program taught in Vietnamese language ليس إجباري للبرنامج الذي سوف يدرس باللغة الفيتنامية نأتي إلى خطوة رقم أربعة سوف تقوم بالتأكد أنك قمت بتحميل جميع الوثائق والأوراق المطلوبة والبيانات التي قمت بإدخالها في الابليكيشن فورم بعد ذلك سوف تقوم بإرسال الوثائق التي قمت بعمل الإسكان عليها إلى هذا الإيميل الخاص بالمنحة خطوة رقم ستة سوف تقوم بالانتظار على الرد على التقديم نأتي الآن إلى الخطوة أو الطريقة الثانية لكيفية التقديم سوف نقوم بتحميل الابليكيشن فورم باللغة الإنجليزية من هنا وهو عبارة عن فورم إلكتروني سوف نقوم بتعبئته وخطوة رقم اثنان سوف نقوم بتعبئة هذا الفورم خطوة رقم ثلاثة سوف نقوم بعمل سكان لجميع الوثائق المطلوبة خطوة رقم أربعة سوف نتأكد أننا قمنا بجميع الأوراق المطلوبة والشهادات رقم خمسة سوف نقوم بإرسالها عبر الإيميل الذي ذكرناه سابقا وسوف ننتظر إلى أن يأتي الرد هكذا سوف نكون قد قدمنا على هذه المنحة بشكل رسمي ونتمنى لكم دوام التوفيق والقبول في الدنيا والآخرة لا تنسوا دعمنا بعمل لايك وعمل اشتراك للقناة وتفعيل الجرس ونشر المنحة مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة للجميع ويكون بمثابة دعم لنا لكي نستمر بنشر المزيد من المنح نراكم في منحة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة